بسم الله أبو الإبن والروح القدس الإله الوحد أمين فعلاقتنا بالناس بنحتاج لكلمة التوبيخ التوبيخ الظاهر خيره من إيه؟ من الحب المستتر لازم نحفظها التوبيخ الظاهر خيره من الحب المستتر الآية دي رايحة رجعة يعني إيه؟ لما تحب حد ما تستخسرش توبخه في وقت بس نشوف إزاي لأن في ناس تميل للإدهنة والعنف لا مش ده المقصود ولما حد يوبخك افتكر الآية دي لما حد يلومك قول أحسن ما يحبني ويسيبني في غلطي هو بيحبني بطريقة مفيدة وما له لما اسمع لي كلمة تعدلني أنا المستفيد فإذا تقبل التوبيخ وتستخدمه بحكمة شديدة بدل ما تكتمه وتسيب اللي قدامك ينظر توبيخ الظاهر خير من الحب المستتر لأنها أمينة جروح المحابة أقول لكم كم آية عن التوبيخ جتس في الأمثال يقول إيه الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة يعني إيه يعني توبيخات الأدب اللي هي التأديب يعني يعني ما أب يمسك ابنه يوبخه يعنفه الحقيقة ده اللي بيزبط طريقه وأباء كتيرة دلعوا عيالهم ودفعوا تمن غالي جدا درجة فيه آية تقول لا تمنع عصاك عن ابنك لا تمنع عصاك عن ابنك يعني لو حشت العصايا بقولت حرام أنت ممكن تأذيه أكتر أنت محتاج أنك ترفع العصايا في وقت مش بالحرف طبعا ما تصدقوا فيه أنتم لا لا مقصود بيها توبيخات الأدب طريق الحياة فإحنا بنحتاج حد يوبخنا وبنحتاج أحيانا أن نوبخ لقصدنا بس إيه هنشوف برضو إزاي آية تانية تقول إيه من يحب التأديب يحب المعرفة ومن يبغض التوبيخ فهو بليد اللي دايما كل حد يقول له كلمة ده بليد ده طالب فاشل كل لما حد يقول له بس بس يضحي يزعل ويقفش ومش يتعلم إنما وما له لما حد يقول لك يوبخك ولا عدبك يقول لك أنا زعلان يقول لك دي غلط وما له هتتعلم الزغر كتن من يبغض التوبيخ بليد آية كمان فأمثال 9-7 تقول إيه من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسي ههوانا يعني إيه ما تمسكش واحد لما أقصري في التعبير مش مؤدبه وتقعد توبخه هيرض عليك هتكسب لنفسك ههوانا ده ولد مش مؤدبه فده ما ينفعش توبخه مش ده اللي يتوبخ لأن ده ما بيستقبلش أنت بتوبخ واحد حكيم عشان كده بنقول التوبيخ ده حكمة حكمة من الموبخ والموبخ إنما لا توبخ مستهزئا لألا تكسب لنفسك ههوانا ومن ينزر شريرا يكسبه عيبا نفس الكلام حتى تبقى عيبة في وشك إنك أنت أنظرت واحد زي كده لأنه لا ينظر ما بيستقبلش آية كمان تقول المستهزئ لا يحب موبخه وإيه للحكماء لا يذهب تقوله ما تروح تعترف يقولك وانا محتاج طب يا حبيبي اسمع كلام أبوك وهو يبي فهم أكتر مني طب خلاص إيه للحكماء لا يذهب يفضل طول عمره بعير تعالوا نمشي في شوية شخصيات من الكتاب بعضهم استفاد من التوبيخ وبعضهم لم يستفيد من التوبيخ ونشوف قد إيه التوبيخ ده كان ممكن يغير مصار ناس أول شخصية أنا مشغول بها طبعا اليومين دول في درس الكتاب عالي الكاهن عالي الكاهن ده شخصية تخوف لأنه قد ما كان شخص طقي وكويس قد ما عيبه كان فيه كم عيب كده يبدوا صغيرين إنما للأسف خسروه كل حاجة من أخطر عيوب عالي الكاهن أنه لم يستفيد من التوبيخ تعالوا نتفرق جاله توبيخ صريح ومتكرر وما استفدش منه مع أنه هو أساسا خامة طيبة جدا يقول شخ عالي جدا وسمع بكل ما عمله بنوه بجميع إسرائيل وبأنهم كانوا يضاجعون النساء ولاده وصلوا للزنة منذ الكاهن مجتمعات في باب خيمة الاجتماع فقال لهم لماذا تعملون مثل هذه الأمور لأني أسمع بأموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب لا يبني لأنه ليس حسنا الخبر الذي أسمع تجعلون شعب الرب يتعدون إذا أخطأ إنسان إلى إنسان يدين الله فإن أخطأ إنسان إلى الرب من يصلي من أجل يعني ما تنتكلوش على صلاة أنا مش عارف أشفع فيكم وأنتم بتعملوا كده ولم يسمعوا لصدق بيهم لأن الرب شاء أن يميتهم خلي بالكم عارفين هم ليه ما بيسمعولوش لأنه هو كمان ما بيسمعش هو ما بيعملش كده لكن هو ما بيسمعش قوي التوبيخ اللي جاله طبعا التوبيخ ده طاري قوي ما يجبش نتيك ونشوف دلوقتي إن ربنا مأزعل يعني هتقول ما هو بخو ما هو الحيا لا التوبيخ ده مش كفاية مش كفاية دي خطيط زنة ودول كهنة عارفين لو أحد يقوله ما يصحش يابي ما يصحش ما يصحش ده إيه ده يتركنه ما يخدموش دي مصيبة دي كارسة نشوف لك كهنة غيرهم طردهم بره لهيك تخليك شديد إنما هنا يعني ما قدرش عليهم وبعدين قال لهم في حتة تاني لماذا تدوسون زبيحاتي ده ربنا بقى وتقدمة التي أمرت بها في المسكن وتكرم شوف بقى التعبير اللي ربنا قال له ربنا لما قال لعالي قال له مش انت وبخطو لما وبخطش قال له انت بتكرم بنيك علي ده تقييم ربنا للموقف انت بتكرم عيالك علينا لكي تسمنوا أنفسكم بأوائل كل تقدمات إسرائيل شعبي يعني انت بس سعيبهم يعملوا اللي هم معاوزينه ده معانا انك ما تديهم كرامة أكتر مني لو بتكرمني كنت ما تعمل أكتر من كده كتير شوفوا التوبيخ الظاهر لو مسكهم شدهم شدة جامده ما كانش انتهى البيت ده النهاية دي إنما هو شدة ميعة كده ايه وهم معبرهوش على فكرة بقى عالي الكاهن جاله توبيخ من رجل الله ما نعرفش اسم وقال له ربنا هيخد هيحرمك من كهنو وجاله توبيخ من مين من صمويل الطفل وبقى بالرقو وعاش بعدها سنين يعني خد فرصة يغير مصاره ما عملش حاجة فضل الفساد وفضل يتفرج وانتهد بقى بموت الولاد وموت عالي الكاهن والتبوتن تسحب خالص للفلسطينيين زي ما انت عارفين كل ده لأن التوبيخ ما نفعش لهو سمع للتوبيخ الظاهر اللي جاي له من صمويل ولا اللي جاله من رجل الله اللي قابل صمويل ولا هم مولاده وفرق معهم الكلمتين اللي قالوا تعالوا نشوف واحد تاني ما تأثرش بالتوبيخ صمويل بقى صمويل ده حلو جدا انما اول يعني من واحد من اوائل بلاده في الاعتراف بقى كرته كده مسيح الرب اللي اسمه شاول اول ملك على اليهود ده كان مختار يعني ملك كويس مفروض المهم شاول في الاول اللي ابتدى كويس ووقت يرسل صمويل وصمويل يمسحه ويبرك له يقول له تعمل كذا وتعمل كذا حاضر 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 والدنيا ماشي كويس وبعدين بقى ملك وباشا وقعد بقى ايه نسي بقى حكاية صمويل ده ما كانت سبعة ايام هيدخلوا حرب ففيه اجراء كده تقصي لازم يجي الكاهن او صمويل النبي يرفع زبيحة عشان ربنا يسطر في المعرك فشاول استعوى صمويل فعمل غلطة كبيرة على فكرة الغلطة بذاتها كانت تهون الغلطة نفسها كانت ممكن تتصلح زي اي غلطة ديتها توبة بس توبة بجد عمل عملة وحشاول ما جاش صمويل لغاية الجلجال والشعب تفرق فقال شاول قدموا الي المحرقة وكان لما انتا من اصعاد المحرقة ايه ده صمويل مقبل فخرج شاول للقاءه فقال صمويل ماذا فعلت يعني شاول قدم المحرقة وصمويل جيب ايه بعدها على طول قال له ايه اللي انت عملته ده هو انت كهنة عشان تمسك محرقة المفروض يقول له ايه ده توبيخ شديد قال له ماذا فعلت يعني هترف قال له انا جرمت انا تخطيت الكهنة هو شوفوا بقى الحجج بقى علش الحتة دي مهمة جمع ليه حين توبخ لا تلجأ الى الحجج والاعذار هيخليك ما تستفدش لما بتتحجج وتتعذر كده مش هتستفيد بالتوبيخ لما انا اقول لحد من ولادي يا ابني غصب عنه طب استحمله يقول لي ده لا يطاق ده اصله فاصله طب انت جاي تتوب انت مش جاي تتوب انت جاي تشكي انت عمرك ما تتصلح لانك عملت وقل لي بيعمل وبيسوي فهنا جاي قال له ايه شاول قال له انا قلت ان انت الشعب هيمشي ويسبني وانت ما جتش في معادك شوف حمل صمويل الغلط انت ما جتش في معادك وقال انا خفت الشعب يمشي لا ايه ده شو قول رب انهيبني الشعب يمشي ده ايه وبعدين ايه واحنا ملحقناش خفت الحرب تبتدي وملحقناش نصلي شوفوا اللف والدورة يعني قال ايه مستعجل يصلي فتجلت تجلت يعني ده انا جيت على نفسي عشان اعمل كده يعني انا ضغطت على نفسي عشان اقدم الزبيح فقال صمويل اللي شاول شوفه بقى شوفه هو صمويل بقى غير عالي قاد انحمقت واش مش مايصح يا شاولاد لا قال له دي حمق اللي انت عملته ده غلط من 100% قاد انحمقت ولم تحفظ وصية الرب يعني ما تجملش الصورة ده اسمه كسر وصية ده اسمعها حمق ده التوبيخ الظهر على فكرة صمويل بيموت فيه هتشوفه بعد شوي صمويل بيموت في شاول لانه ده بكره بكره روحيا وشاف معا ايام حلوة في اللون الان كان الرب قد ثبت مملكتك والان لكن مملكتك مش هدون بسبب اللي انت عملته هيدور على واحد قلبه نضيف بقى حسب قلبه هنا جات بداية داود على فكرة هيشوف راجل حسب قلبه لان انت قلبك مش نقي فقال صمويل هل ما صرت الرب بالمحرقات والزبايح كما باستماع صوت الرب هو زي الاستماع افضل من الزبيحة والازغاء افضل من شحم الكباش وانت فاكر ربنا يهم الزبايح دي غلطة تاني دارة الايام دي اول غلطة عدت على فكرة يعني على قد اللي هتبدأ والتوبيخ ده ربنا سكت وخلص حصل شوية مصيبة تاني بعد الحرب كان صمويل موصيهم اوامر ربنا المرة دي تحرموا كل الغنم وكل حاجة بتاعت الاعداء لانها كلها وسانية وكلها شغطية فشاول مع انه لسه عمل غلطة واخد له كلمتين انما حلت في عناه شوية الغنم بتوع الاعداء وقال نوفر حتى زبايح لربنا وقلبه مش ربت على ربنا فلما دخل صمويل اعرف فقال له ايه صوت الكباش اللي انا سامعه ده قال له انا قلت برضو حجة تاني شوفوا بقى انا قلت برضو نوفر عشان نسبح للرب الهك قال له انت فاكر ان الزباح تفرق مع ربنا سامع كلام ربنا هو اللي يفرق هو ربنا نقصه زباح قال له التمرد كخطيط العرافة العرافة دي كانت تستهل الاعدام العرافة تعامل مع الشياطين قال له كونك تكسر وصية صريحة ربنا تتمرد على ربنا دي زي التعامل مع الشيطان بالزبط شوفوا ده التوبيخ الظاهر اللي هو ايه حط الحاجة باسمها ما تقولش دي اصل ايه مجاملة دي اسمها كدبا ما تقولش دي عصادية لا دي اشتيبا سمي الحاجة بمسمياتها عشان تفوق احيان كده لو انت سمتها هتلاقي يا ابونا او ابونا يا ربنا لو المجد او الاب الروحي ممكن يخفف لانك انت تايب وحاسس بالاسم بالمشكلة لما انت تخففها قوي لا ربنا يقول لك اسمع بقى اسمها الحقيقة دي لا تقل العملة دي عن عبادة الاوسان للتوبيخ الظاهر عشان يتوب لانك رفضت كلام الرب رفضك من الملك قال اشاوي اللي سامويل اخطأت هو بقى فهم انه مستني دي قال له خلاص اخطأت يا اخي يعني يا نظام كده لاني تعديته والغاية كده شكله كويس شكله قال كلمة كويس شوفو يا ريتك تسكت بقى اخطأت واتعديته كفاية انما لاني اشتاني لاني بدل قال لاني يعرف انه ايه اعزار وحجج مش ناق مش اخطأ فيه التوبيخ خفت من الشعب وسمعت الصوته على فكرة الشعب ما زنش عليه بيكذب هو اللي كان عينه في الزباح الشعب يخاف يكسر كلمة لصامويل صامويل كانوا يخافوا منه جدا لكن شاول هو الملاوع والان فاخفر خطيتي وارجع معي فاسجد للرب ده كل زي اللي بيأمره ما تسمحني بقى وخلاص يعني فقال صامويل لشاول لا ارجع معك زعلان زعلان يعني لانك رفضت كلام الرب رفضك الرب من ان تكون ملكا ودار صامويل شوفوا التوبيخ قديه جديد فليمضي لرحظه الدالة شاول واخد عليه زيادة واخد عليه فعلا لكن للأسر كل ده مش نفعه لانه استهام بكرامة ابوه فقامسك في ديل جبته فانمزق يعني مسكه من طرف الفراجية كده الجلبية وصامويل ماشي زعلان ام اتقطعت الجلبية فصامويل فهم ان دي اشارة من ربنا فقال له يمضيق الرب مملكة اسرائيل عنك ويعطيها لصاحبك اللي انا حكيت لك عنه وانت مستفدش قلتلك هيختار واحد حسب قلبه لان قلبك ماشي غلط هيديها بقى لصاحبك صاحبه ما يعرفوش لسه ولا صامويل يعرفو لسه الذي هو خير منك وبعدين شوف قال له ايه قال له قد اخطأت فاكرمني يا اخي توب توبا ما كاملة مرة رجع تاني قال له قد اخطأت قال يعني سمع قال له انا فعلا غلطان والان خلينا في المفيد بقى فاكرمني امام شيوخ شعبي مفيش فايدة مفيش فايدة يعني ده مش واحد حسس بالزنب ده مش واحد خد الكلام لنفسه ده واحد عاوز يعد الموقف خلصنا يعني عشان الناس بس تبصلي كده بقى وارجع مالك كده وباها وخلاص عديها بقى فيش فايدة فراح واقفه قدامه خلاص شوفوا الموقف اللي بعده معلش ولم يعود صمويل لرؤية شاول عارفين ليه لانه لا يسمع للتوبيخ بطل يروح له خلاص لانه دي مش اول مرة يوبخه ما يستفدش لانه صمويل ناحى على شاول شوفوا بقى امانة صمويل صمويل ما بطلش يبكي على شاول يعني الصلاة استمرت بس الكلام وقف ليه استفدش ما بيسمعش بيقوح بيلف ودور ده مش بيعترف بجد خلاص والرب ندم وبعدين هنا تيجي بقى اصعب كلمة في حياة شاول قال الرب لصمويل حتى متى تنوح على شاول يعني تصوره صمويل يبقى بيبكي عليه قوله حبيبي امسح دموعك ما يستهلش منك خلاص انا رفضه يا ساتر ليه لانه رفض التوبيخ ما بيسمعش كل مرة يسمع الكلمتين مش عاد يتعلم وعملق قارنك دهنا وتعال نشوف اللي بعده وطبعا رحل ده عشان كده بقى لما داود عمل العملة قال اخطقته وراسه في اللي عرضه وسكت ما تنهاش وفضل بقى يقول اخسلني فقى ابيضه اكتر مساعدة هنشوفه ربنا له المجد نفسه لما وبخ قاين وبخه بمنتهى التواضع والحكمة زي ما شفنا كده مش كده وقال له يا ابني في خطيئة اصعب لانا وبوبخك وبقولك السكة دي وحشة عند الباب خطيئة رابضة اليك اشتياقه وانت تسود عليها حاسب ام قاين يعمل ايه ولا يعير الكلامه اي اهتمام ويفضل مخه شغال شغال لغاية ما استفرد بخوي موته بولس وبطرس تصوروا عمالقة القديسين دول بيقبلهم من بعض اللوم والعتاب القديسين الكبار دول مين اصغر ومين اكبر الحقيقة بطرس اكبر اكبر سنا واكبر كرامة في الكنيسة ليه؟ لانه بحكم ان واحد من التلاميذ الاثناشة هريبة هم دول الكبار وهم اللي حطوا قديهم على بولس واعتمدوه اسقف للكنيسة ومسؤول عن الكرازة الامم وعشان كده الف غلطية المعتبرون اعمدة انا برجع لا اعمدة الكنيسة فمين زي بتركوا اسقف تصوروا؟ فبولس يعتبر تلميس بطرس جزئيا سعين معا وقت طويل لكن ده مرجع وبيرجع له بطرس ويعقوب ويحنم انما حصل موقف من بطرس كان فيه غلط لما بطرس مرة راح زار بولس في ابروشيتو في انتاكيا انتاكيا دي كانت مقر خدمة بولس وبولس كان صغير وكبر فيها يعني ايه كان واحد ضمن كذا واحد بعد شوية هو بقى اللي ايه بقى اللي الشغيال يعني اكتر واحد فعادين يكلوا مع الناس طبعا فيهم ناس من اصل وساني وفيه ناس من اصل يهودي كلهم مسيحين متعمدين فجي بطرس جم ناس ضيوف لبطرس رايبه من اليهود زيه جيين دخلين عليه بلديات طبعا يهود فهو قاعد اللي حواليه جزء منهم كانوا وسانين معروفين من الوقت كلهم مسيحين فقام بطرس استأذن وقام كلهم طبعا صعب عليهم لانه هما فهموا هو قام مجاملة لليهود اللي دخلين بولس يهودي متعصى واكتر من بطرس بس بولس بقى في الحق ايه سيف دي نقطة ضعفة عند بطرس في اللحظة دي وهو بطرس ضعف قبل كده بشكل فيقول لما اتى بطرس لانتك يقاومته مواجهة شوفوا التوبيخ الايه الظاهر مواجهة توبيخ الظاهر لانه كان ملوما يعني ملاما يعني يقع عليه اللوم في الحركة دي يعني انا مش قاومته لاني يشايل منه لان دي تصرف لا يليق بخديسه لانه قبل ما اتى قاوم من عندي عقوب كان يأكل مع الامم قبل ما يدخله كان قاعد معا ولما اتى كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان عاوز ما يبنش انه قاعد مع ابتع الامم وراء وقع في الرياء معه باقي اليهود ايضا يهود اللي كانوا يهود يعني حتى ان برنابه ده برنابه ده استاذ بولس على فكر ابو الروح يعتبر انقاد الى رياهم لكن لما رأيت انهم لا يسلكون باستقامة ارثو دوكس حتى دي مش ارثو دوكس استقامة يعني ارثو دوكس بايدا ويهود حسب حق الانجيل او الانجيل الارثو دوكسي هو اللي هو مش ده اللي استلمناه من الكنيسة مش ده اللي انتو علمته لنا مش ده الايمان المستقيم لا ما يزحش ما يزحش التصرف ده قلت لبطرس قدام الجمهية التوبيخ الظاهر خير من الحب المستطع على فكرة بولس بيحبه بطرس جدا وبطرس بيحبه ان كنت وانت يهودي تعيش امميا انت كنت قعد معنا دلوقتي عمل اممي لا يهوديا لماذا تلزم الامم ان يتهوتوا انت عاوزنا كلنا نرجع نبقى يهود تاني ما انت كنت لسه بتاكل معنا زي كذا يكزا اليهود على فكرة بطرس قال له حقك علي حق حق وتصلحت القص ورفع كرامة الامم عادي والدنيا مشت طبعا ما ننساش توبيخ ربنا يسوع لبطرس نفسه ربنا يسوع وابخ بطرس قبل العاملة ساعات ربنا يوبخنا قبل وساعات بعد بعد دايما اخف عند ربنا لان بيبقى الواحد اتكسر شوي انما قبل بيبقى فيها تحذير فمرة بطرس كان لسه قال كلمة حلوة اوي في مدى ستتاشر قال كلمة حلوة اوي رفعوا اوي وقال كلمة وحش اوي نزلوا خالص في الاول قال له ايه انت المسيح ابن الله فقال له طباك يا بطرس لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات وانت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيسة الايمان تحلوة اوي بعدها بخمس سطور وابتدأ يسوع يكلمهم عن اللي هيحصل له في ارشاليم انه لازم يمسك من يد اليهود ويصلب فخده يا بطرس قال له لا تم بقى انا صحاب بقى انا اناك يعني لسه الكلمة حلوة حاشاك يا رب لا بلاش الكلام ده صليب ايه وغلب ايه وموت ايه حاشاك يا رب لا يكون لك هذا فربنا يسوع بص ورا لا التلاميذ هيبصوا كده مضغزين بطرس خلاص بقى لا هو الوحيد بقى اللي على الحكر يعني هو اللي قال كلام حلو ودلوقتي باخده انججيه كده وبيقول له لا لا ما يسحش تقول كده فبص يعني فربنا يسوع بص على لعنيهم عشان عاوز يقول له انت تعمل منظر على التلاميذ ولا ايه انت هتتعبني هتتعبهم وتتعبني ليه طب بصوا بقى كلكم اذهب عني يا شيطان توبيخ الايه الظاهر قال له ده دلوقتي كلام شياطين اللي فات كان من ربنا لحمه ده من لم يعلن لك انما الكلمة دي دي من الشطان اللي انت بتقوله دلوقتي يعني ليسا قال كلمة من ربنا بعد شوية قال كلمة من الشطان ايه ممكن يحصل اذهب عني يا شيطان انت معصارة ليه انت تهتم ليس في مال الله انت عامل منظر على الناس بس عاوز تبين لهم قد ايه بتحبين يخايف علي وعلى فكرة دي اللي وقعته المنظرة دي هي اللي وقعته ان انكرك الجميع وانا لن انكرك اذا ربنا يسوع بيواب اخبرته يحنى المعمدان اللي ضيعه التعوبيخ الظاهر مش ضيعه طبعا لداله الاكليل الشهادة يعني لكن كان يتميز بانه يوبخ ده بيوبخ بكلام محدش فينا يقدر يقوله لما طلعوا كده جمهور ضخمة كان منهم كتار فرسيين وكتار عساكر يهود بقى من الغلاز القلوب قال لهم ساعتها ايه يا اولاد الافاعي قال لهم انت ولاد ابليس انتم جايين هتتعلمه ولا تده تقرير عني من اراكم ان تهربوا من الغضب الادي انتم فاكرين هتزوغوا من جهنم مش هتزوغوا من جهنم مع ما حصل كلام نار ومحدش يدري يمدي يدعو عليه لانه من ربك فالتوبيخ الظاهر خير ومن الحب المستدر يعني يحنن قال لهم اهلا وسهلا جرفتونا سحرا نورت نورت بايه دول شاطين لما نورتش ضلمت اللي كان شديد بقى قوي انه قال لهيرودس لا يحل لك عارفين يعني واحد يقول له حللني يقول له لا هي معناها كده حللني لا يعني ايه لا انت بتحلل الناس كلها انت كاهن ابن كاهن يوحنى ابن زاكريا مش معنى عمدت الناس دي كلها وحللتهم قال له انت لا انك انت ماشي في خطي انت بقى واخد مرات اخوك كسري للشريع سيبها وبعدنا بقى حلك كده ده مالك توبيخ الظاهر خيره من الحب المستتر مثل كمان اليه واخاب اليه صبعا اليه ما توصرش زي يوحنى المحمد فيعني فمرة اخاب حاب يأكله في الكلام قال له انت فين يا مكدر اسرائيل قال له انا مكدر اسرائيل ولا انت واهل بيتك كده عدا طول بيكلم المالك ده مش تيمة الراجل مش بيشتين ده بيقول سبب بيوصف قال له انت سبب القدر طبعا انا انا راجل عايش مصلي في الجبل وانا سبب ان المطر ما بينزلش دي اوامر ربنا انما انت سبب الجوع والعطش اللي الناس في ده الزل ده كله بسبب خطيتك فانت مكدر اسرائيل طبعا ما تقلبش الماضي ما تاخدنيش كده كلمة لا لا انا بخافش انت اللي غلط وانت سبب المأسام شحنى كده على طول سمع من ده كتير اخابه ما كانش بتأثر فمرة بقى مسكوا اليها ودهلوا كلمتين نار توبيخ الظاهر ولم يكن كاخاب الذي باع نفسه عمل الشيطان العمل الشر في عينها الرب الذي اغوته ازاب المرأة الحتة دي كانت بعد عمل ايه؟ مع خد حق لنبوت اليزرعيلي ازابل الشيطانة دي تقامرت وموته ينابوت وخد الحقل بتاعه وقالت له انزل استلم الحقل بتاعك وهو في الحقل بيستلم جاله اليه قال له هل قتلت وورست؟ قال له كده قال له انا قتلت؟ قال له انت هتجمل الصورة؟ طبعا قتلت بايد مراتك بس انت قتلت وبتورس في القتير فقال له كلام نار توبيخ ظاهر لما سمع اخاب هذا الكلام شق سيابه ترعب من الكلام موقف الوحيد العدل في حياة اخاب وجعل مسوحا على جسده كعادة التائبين زمان صام واتجع بالمسوح ومشى بسكوت تهد بقى ترعب من عينين الية وكلامي فكان كلام الرب الى الية التشبي هل رأيت كيف اتضع اخاب امامي؟ مرة الوحيدة اللي تهز فيه ربنا حسبها له من اجل انه اتضع امامي لا اجل بالشر في ايامه بل في ايام ابنه لان ابنه اوحش منه مش لان ابنه هيتظلم يعني عشان كده الكتاب قال الحديد بالحديد ايام؟ يحدد يعني ربنا حاطتنا لبعض احنا لبعض يا جماعة الناس لبعضيها الكلام ده مصبوط بس روحيا يعني لما تلاقيني غلطان تعالى وبخني ولما لقيك غلطان عشان بحبك اوبخك لا تزعل مني ولا ازعل منك لان احنا خايفين على ابديتنا مش خايفين على كرامتنا اللي خايف على كرامته لا هيقبل ولا هيكلم اللي خايف على ابديته هيقبل وهيكلم فحسقيا اللي بقى كلمة تانية تؤكد الفكرة البار وان رجع عن بره وعمل اسما وجعلته معصره امامه فانه يموت لانك لم تنزره يعني واحد بيتكابل وماشي في الغلط وانت شايفه ونهايته الهلاك مات يموت في خطيطه لانه لانه غير القعدة هو غلط وعايش غلطان لاخر عمره وخلاص مات في خطيطه ولا يذكر بره الذي عامله لانه كان في الاول كويس مش مهم كان في الاول كويس ولا بيطلع عشورة تقولش الكلام ده بدل ما يكمل في خطيطه نهيته وحشا اما دمه فمن يدك اطلبه ليه؟ لانك لم توبخه لانك كنت شايفها صريحة كده وما قلت لهش كلمة فوقه لكن لو أبخته دمه على رأسه خلاص لو ما اسمعش الكلام يبقى دمه على رأسه ناسان وداود ارسل الرب ناسان الى داود ده بعد العملة بقى الكبيرة بتاعد داود بس شبع بقى ورية الحسي والقصة الصعبة بتاعد داود داود على فكرة ضميره تخضر وقعد سانة تقريبا لبيتوب ولا بيصلم زمير ولا بيدخل هيكل ولا بيدور على أب اعترافه كان ساعتها سامويل مات كان ناسان هو اللي نبي فنسان رحله هو اللي رحله زي واحد يبعد عن الاعتراف سانة أب اعترافه يعني لو عارف يشوفه او يسأل عليه يقول له انت فين انما ربنا كشف لنسان اللي عمله فحكايله حكاية عشان يفهمه يعني كيف يحكم على نفسه قال له حكاية الراجل اللي كان عنده عنزة قول تانية وبعدين جاله ضيوف الغلبان خد المعزة بتاعة الغلبان عشان يدبحها للضيوف فعافى ان يأخذ من غنمه وهيق للضيف الذي جاء اليه فاخذ نعجة الرجل الفقير وهيق للرجل فحمى غضب داود على الرجل جدا خلي بالكم الجملة دي مفروض بيبقى بالزبط تشيل الرجل وتحط ايه داود شطري هو ربنا عاوز كده ده اللي كان بيقوله زقبية الفم عن الغضب المقدس حمى غضب داود على داود او على نفسه جدا هي دي التوبة التوبة انك تتغاز من نفسك جدا سيعملت كده دي اللي خالد بطرس يبكي بكاء مر لانه غضب على نفسه جدا مش غضب على حد وقال الناسان يقتل الرجل فقال له انت هو الرجل انت هو الرجل وبتدي بقى ايه شوف التوبة كلام زي النار برد قال له انا اديتك كل حاجة يا داود ربنا بيقول كده انا جابك من ورا الغنم وعملتك ملك وسبتك تتجاوز اكتر من واحد لان كانت الحتة دي متوربة شوية في الشريعة قال له انا سيبتك تتجاوز ولو كنت عاوز اكتر ما كنت شاهوش منك تاخد مرات صاحبك ايه اللي انت عملته ده توبيخ عنيف جدا من نسان لمين لملك الملوك سعد داود اعظم ملك في زمنه في وقتها قاعد على اعظم كورسي حد شيء يعني بيتردوا وجهه ملوك الارض كل ملك عاوز يصاحب داود من مركزه انما هنا نسان ملوك زعب الحاجات دي كلام زي النار ام وبعدين ايه طبعا تعدت داود قال له اخطأت قال له ربنا نقل عنك لكن هيحصل وهيحصل ودخل داود بقى على طول بدأ يصلي ولم يكف عن الصلاة بدموع لاخر حياته ادي التوبة بقى ادي الشغل المزبوط ادي التوبيخ الظاهر شوفه قده مفيد وعلى فكرة نسان ما بعيدش عنه ابدا نسان ظل ابوه الروحي وظل بيسمع له اكتر من الاول مش زعل من اب اعترافه لا ده الكلمتين اننا شفين دول كانوا اغلى كلام سمعوا من ابوه فمرحلة تاني بعدها مثلا بعشرين سنة كان فيه ازمة حصلت ابن ولاد داود ان ابشلوم قتل امنون فابشلوم طبعا هربان وداود غضبان على ابنه اللي قتل ابنه التاني بقت خرب في بيته فالموضوع مزعك يقاب عاوز يعمل خير وقال خلاص كفاية عاي المات التاني هيفضل بعيد عن ابوه كذا سنة فقال نصالحه فجاب واحدة من تقوى الزار كانوا بستات حكمة شوية مشهورين قال لها وعاها قال لها بصي هتحكي حكاية تدخلي للملك داود الراجل كبر وقلبه طيب مجبيش سرتولاده خالص هتقول له بص ولادي اللي اتنين هم ولدين اتخنقوا في الحقل واحد مسك التاني موته دلوقتي اهل البلد بيقولوا اللي موت أخوه لازم يموت يعني انا خسرت الاولاني وهيخسروني التاني وانا ارملة طب اعمل ايه دلوقتي شوف لك حل طبعا قصة ايه بعيدة شوية عن خالت علي فقال لا لا خلاص خلاص يبقى يعني انت غلبانة طبعا ابنك غلطان بس هنعمل ايه ابنك الوحيد عشان خاطرك لازم يعيش فقامت قالت له ايه طب بص اقول لك كلمة تاني كان ترخيرك طبعا ما وكده قال لها خلاص وعدها انه مش هيموت الولد التاني قالت له لماذا افتكرت بمثل هذا الامر على شعب الله يعني انت بقى ما عملتش كده مع ولادك انت عافيت عن ابني بس ما عافيتش عن ابنك انت سمحت ابني اللي قتل اخوه مش راضي تسامح ابنك اللي قتل اخوه فهمت واجبتها ازاي وقالت له بص احنا كده كده هنموت ابتدت تقول بقى الكلام اللي ايه اللي يريح شوية كده كده العمر طال والله قصر هاكله بيموت فاللي مات خلاص راح هنقعد بقى نقلب في الاوجاع اللي ايه وبعدين قالت له ايه بص انا الشعب قالولي اوعي تقولي الكلام ده لحسن دي حتة حساسة والملك يغضب عليك بس انا قلت لهم لا الملك ده طيب كلام بقى بتاع الستات اللي يغلب ده الملك ده طيب وهنين وهيسامح ومش ممكن هيفضل زعلان طول العمر ففضل تاكل في الكلام كده هو طبعا داود برتوزك قال لا طب انا عاوز عندي سؤال هو يقاب في الموضوع لانه كان يقاب طلب منه قبل كده شخص فيه فقالت له طبعا يقاب في الموضوع هو اللي كل الكلام فجاب يقاب المرة دي مش معبش بشخط قال له روح هتة بشلوم بس هنا هذه الست القروية السازجة وبخت المالك فوش وقالت له انت ما عملتش كده ليه مع اولادك تصوروا وقبل من هذه القروية السازجة عتب توبخ واعتبروا صوت من ربنا شوفوا الفرع فرح رد بشلوم وسمح لكن يقاب نفسه ما كانش قادر يتكلم معه التوبيخ الخطأ لما الواحد يبقى لازع في كلامه احذر بأنك لما توبخ ما تجرحش ما تقسوهش لان دا ما يجبش نتيجة كويسة عاوز توبخ ووبخ اللي يحبك ويحتملك وفي نفس الوقت بتقولش كلام جارح ما يكونش بروح الغضب يعني ايه لازم تكون متماسك من جواك لان في امه هي بتوبخ اولادها عنيها بتطلع نار دي مرعبة مش ممكن عائلة يطلع اسويق مخايفين من حياته امهم مصدر امانهم مصدر رعبهم لا دا مش توبيخ يعني تكون من جواها متماسكة حتى لو جدة جديدة لكن مش بطريقة عنيفة ولا فيها غضب اوعى توبخ بدون ما تدرس في واحد يمسك واحد يفضل يديله 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 وبعد كده يقول له على فكرة انت مش فهم الموضوع خالص ويشرح له الموضوع يطلع بصراحة مالوش ولا حق في اللي قاله طب تحرج نفسك ليه قبل ما توبخ ادرس اللابل لا يكون اللي هتقوله غلط قبل ما توبخ اتأكد انك انت نفسك تائب والتوبيخ معناه دعوة للتوبة طب وانت تائب ولا انت تستحق التوبيخ انت كمان اللي هي كلمة المسيح المشهورة اخرج اولا الايه الخشبة من عينك حينها اذنتم تبصر جيدا ان تخرج القزم اللي تايب هو اللي بيعرف يوبخ صح بيطلع القزم من العين ده التوبيخ المزبوط بس لازم تبقى عنيه سليمة لانه عينين دكتور العيون الحقيقة اهم حاجة عنده عينين الدكتور لانه هو ده اللي بيبص يشوف الرايش فين ولا بيزعالج العين ازاي التوبيخ الخطأ ما يكونش على خطأ غير مقصود يعني ايه متعنفش بشدة على غلطة واحد مقصدهاش بالراحة خلاص هو مقصد شو يمكن اول مر لازم تفوت فمش كل غلطة تستحق التوبيخ ربنا نفسه ما بيعملش كده شوفوا بقى في تيموساوس حطها بطريقة جميلة لا تقبل شكاية على شيخ مايجي لكش شكوى في كاهن شيخنا يعني كاهن وتقبلها وخلاص الا على شاهدين او ثلاث شهود لازم تكون متكررة تشوفوا حكمة الراعي للأسقف ابنه تيموساوس أسقف بيقوله تلاقي واحد زائل ما نبوه ما راح اشتكاه ما تاخدش على الكلام تقول بها لك ادرس ادرس شاهدين وثلاثة الاول عشان تتأكد ده غلط بجد ولا مش بجد الذين يخطئون وبخهم اللي انت متأكد انه غلط وغلط حقيقي وبخهم امام الجميع ليكون عند الجميع خوف يبقى ده ده مبدأ الكتاب وناشدك امام الله بس هنا بيراجع على ضميره اوعى تعمل ده بغرض وناشدك امام الله لما توبخ او تحاسب حد كلهم بقى على ردبته ومكانته اعمل ده بدون غرض ولا تعمل شيئا بمحابة اللي هتعمله مع واحد تعمله معك كل فيش واحد عن واحد وبدون غرض مش لانك متغاز من واحد لا تبتتكلم في صح وغلط التوبيخ الحكيم يكون بدلة على الاقل على مستوى نحنا اللي ما عندناش عظمة وقداسة يحنا المعمدان وإلي النبي فبالراحة مش هما دول اللي نعمل زيهم دلوقت انما لما توبخ وبخ بدلة يعني لما تقول له واحد يا ابني انت عارف ان انا بحبك فاستحمل منك كلمة دي غير ما تقول له كلام زي الرصاص وخلاص يتعب فلازم التوبيخ الحكيم يبقى بدلة ويبقى بتشجيعة لما تقول له واحد انا عارف انك كويس وانا متأكد انك تقدر تصلح وانا مش ناسي وتقول له كلمة كويسة في حقه فهنا التشجيع مع التوبيخ يجيب نتيجة احسن يبقى شجعت عشان ساعات التوبيخ يخلي لوحد يحسن فوش ولا حاجة عدلة لكن التشجيع يوزن المسائل توبيخ الحكيم يبقى بودعة يعني ايه وشك مش متجهم بقدر الامكان لسه وشك هذه مع ان الكلام مش سهل بس لسه ما زلت رجل صلاة ما زلت انسان وديعة بآيات من الكتاب توبيخ الحكيم انت مش بتوبخ حاجة في حقك بتوبخ بحق ربنا فبتقول الكلام اللي بتعمله ده غلط بحق ربنا ده كسر وصية صريح للوصية اللي بتقول كذا ربنا قال غير كده فهين انت بتوبخ بكلام من ربنا ده اللي قاله في تيتوس بقى بوليس بيقول لي تيتوس المباحثات الغبية والانساب والخصومات والمنازعات اكتنبها لانها غير نافعة وباطلة الرجل المبتدع بعد الانذار مرة ومرتين اعرض عنه يبقى لو لقينا واحد يعلم غلط ننزره مرة والتانية ونعرض عنه يعني ناخد منه معقف يقول له لا انت في حالك واحنا في حالنا ده تعليم غلط عالما ان مثل هذا قد انحرف وهو يخطئ محكوما عليه من نفسه عشان يعني يلطف قلب تيتوس كأب اللي هو اللي حكم على نفسه مش انت هو اللي مصر على التعليم الغلط يبقى هو اللي حكم على نفسه فهمتوا الفكرة؟ عشان ما يبقى شراعي فينا ما هو الواحد برضه زي اي أب لما بيشد بيبقى قلبه واقع لما بيقدم بيبقى هو صعبان على ايه؟ قال له بس المتمادي في الخطأ هو اللي جاب العقاب لنفسه فما تلمش نفسك فأي حاجة لإلهنا كل مجد والكرام والأبدام